نتعرف على طريقة كيفية على المشكل بوربوينت هناك خطأ ما أعيد المحاولة لاحقا نقوم بالضغط هنا على ضبط اليدادات بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات من ثم نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث عن تطبيق بوربوينت بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري ثم نقوم بالضغط هنا على الموافقة ثم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين ثم نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت ثم نقوم بالإيقاف إعداد شغل ويفاي خاص بكم ثم نقوم بالضغط هنا على متجر جوجل ثم نقوم بالبحث عن تطبيق بوربوينت فيضعنا على هذا الشكل وإنما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيئة تحديد تطبيق بوربوينت هكذا نكون قد قمنا بحلي المشكلة ولا تنسوا الضغط على الزل لايك ترجمة نانسي قنقر